نفت القيادة المركزية الأمريكية ساند كام استخدام الرصيف البحري الأمريكي قبالة سواح الغزة في عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين من مخيم النصيرات في قطاع غزة وأضحت القيادة المركزية أن أي ادعاء باستخدام الرصيف البحري في عملية تحرير المحتجزين هو ادعاء زائف مؤكدة أن الهدف الوحيد للرصيف البحري هو توصيل ونقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هذا وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدمت المنطقة الواقعة جنوبي المرفق لإعدة المحتجزين إلى إسرائيل